بسم الله الرحمن الرحيم وأو صلي وأو سلم علي بكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدون إطالة اليوم شاء الله جاءت لكي مصفة جديدة وهي وصفة ميني كيش لكيين بعض الأخوات البوني فيها كم من مرة وهي هذه الميني كيش كانت ينبوش ده في قناتي ولكن واحد ما شافها اليوم عاودت هذا الفيديو وعاودت المونتاج حتى يعني يستفيد منه جميع كما نعرف كل في أي وصفة فيها مقادير فيه كيفية تحضير وروح نشوف بعضنا كيفية تحضير والمقادير وروح نشوفه يا الله روح نشوفه يا الله روحو إذا يا حبائي لا تنسوني في الإعجاب فقط يعني هذا كل يد أضغط عليها تحت في الأسفل إعجاب إعجاب فقط أنا في السبيان عندي كاس زيت سعة الكاس هو ميتين وشهرين مليتر نضيفه بيضاء ونجيب الفويتيعي ونحرك جيدا ثم نضيف له تقريب ملعقة صغيرة من الملح أو تقريب نصف ملعقة صغيرة من الملح نصف الملعقة يعني زيدة شوية هنا نضيف له أربعة كوس ثارينة نضيف بالكمية ونحرك 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 حتى نتحصل إلى العجينة تكون طريقة ونعاوم ندخل يدي هنا ونحرك بيدي كما كنتم تشوفوا مني كيش يعني جاء باسمه ما شاء الله مع الحشو هداك تعال جبن جاء ولا أروى ولا أروى هنا نبسس العجينة كما كنتم تشوفوا هنا ونضيف الماء الماء كاس إلا ربع أنتم فقط يعني ممكن تجيكم كاس إلا ربع ممكن كاس ممكن نش كاس يعني يكون فارينة وعندها ميزتها كين فارينة تشرب كين فارينة ما تشرب الماء هنا حطيته على مرح هاتفة مرات حطيته هكذا تحصلت العجينة تكون طريقة العجينة هذي ندخلها للتلاجة حاولي نصف ساعة نضعها في كيس والروح الحشو هنا كما كنتم تشوفوا في طاوية العمل عندي حبة طريقة الأخضر قطعتها رقيقة قعبة جريوات يعني كوسة وعندي هنا حبة سناري أو حبة جزر ربيتها وعندي حبة ونصف من البصل وعندي قطعة دجاج أو صدر دجاج كنت رحيته وعندي زوج فصوص من الثوم أذهب هنا نخلط الخريط في المقلات نجلبه مقلات نضيفه فيها شوية زيت نضيف البصل نقلي البصل نقليه مليح حتى يدبال ونضيفه الجزر نقليه مقلات نقليه مدبال نضيفه جزر ونعاود نحرك جيدا ندبلها مليح ثم نضيف المكونات الأخرى وهما يعني ففل الخضر جريوات أو الكوسة أو كورجات نضيف كمية من الملح فلفل أسود ونخلط الملح وندبلهم حتى ينشفوا من الماء تماما نضيف لهم هنا قطعة من الجبن قطعة معتبرة كبيرة كم تشفوا ومراحتها فقط يعني هنا الملح حاولوا تنقص وعقبة نجم الملح لأنه فيها يعني الجبن وستكون شوية ملح ضفت المعد نوس وهنا عندي صدر دجاج كون طيبته واحده في مقلات وحطيته هنا مع هذه الخاليات مع الخضر خلطهم نضيفه على جانب إيبار تماما ونخرج عجينتنا من تلاجا ونجيب لمولتنا هنا العجينة نكوورها كوريات كما تشاهدون ونضيفهم كامل في السينية بعد ذلك نجيب لمول ونضيفهم بشكل زبدة ونضيفهم لتفرينة لكي لا يسقوش هنا جبت لمول كما قلت لكم نضيفهم الزبدة 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 ونضيفهم كل كورية نبسطها الداخل ونطلع مع الجانب هكذا نكملهم كامل بهذه العملية عملية سهلة جدا جدا وعملية في نفس الوقت أنا دايما طارت إلى التيعي ونضيف العجينة التيعي كوريات لا نذهب نطرحها في الطاولة ونحلها بالقراس ونطباحها بالكاس ونضيف هنا العملية جدا سهلة أنا جربتها وجربت هذه جاتني هذه أسهل حاجة هنا نعودك محدة أخرى نضيف كورية التاعية نبسطها مليح وننطلع على الجانب نفس الخطوات نفس العملية نكملهم كامل ونرجع الكم ونقص العطراف الفقانيين هنا كامل نجلب فرشيطة أو شوكا ونطقبهم كاملين نطقبهم على الجانب في الوسط باش في وسط الفرن يعني ما يبوتوش يعني ما يتنفخوش وكي ندخلهم الفرن حوالي خمضة سدد دقائق نعاود نفتح الفرن طيعي ونجلب الشوكا ونطقبهم اللي يعني سيتنفخو ويضوتو نجلب هنا للكيمة نضيف كاس حليب نضيف زج بيضات هذا نضيف كمية من الملح نضيف قطعة من الجبن وهنا الحليب تحب تسبب له بياغورد تسبب له بياغورد تبيعي لكم ذلك جبت هنا الخليط الخضر كامل ودجاج مرحي والجبن وعود دخلته كامل هنا في الحليب ونحرك بالفوي جيدا وهنا لكيشتر يرام طابو كما كما ترون نخرج نحاول سهل في المرحلة هذه نستطيع أن نحضر بهم في كيس أو في علبة ونحضر بهم في المجمد يعني كل ما نحتاج نخرج منه نخدم بهم اليوم فقط نحضر بهم كيش كامل ملعقة اثنين نكمل كامل بعد ذلك سندخلهم للفرن هنا كنت طيبتهم نصف طياب فقط كينا نعاون ندخلهم للفرن يطيبوا تمام هذه ملاحظة فقط تخذها بين اعتبار هنا طيب نصف طياب نجيب هنا جبن شدار لترحيته ونحط فوق منها هكذا راح يكون ضوء هذا يكون ماشاء الله وللأسف هنا الجبن هذا شدار حمار سيكون يبقى أبيض وزين تنفيذ أسود وانتم يعني الجبن عندكم خلاص حطوه شوف هنا بعد مطابط هذا ملي كيش وجد بسم الله ما شاء الله جوترين ولا أرواع ولا أرواع ولا أرواع إذا نحي باقي هذا هو كيش تنا لخدمناه اليوم أتمنى يكون نال عجابكم وان شاء الله رمضان وصل يعني نقدر طيبوهم في رمضان طيبوهم يعني مع حساء نديروهم يعني كمقبلات هذا من كيش تنا لجاء ولا أرواع أتمنى يكون نال إعجابكم ومشاهدة طيبة إن شاء الله ما بقى لي إلا أن نقولكم سلام عليكم في وسط قادمة إن شاء الله وربي ثبتكم وربي زقكم أتمنوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آخر حاجة فقط لا تنسون بالإعجاب الإعجاب فقط يعني وربي ثبتكم إن شاء الله والسلام عليكم لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يطور لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفر